هناك أخبار إذا لم تكن صحيحة فعلى المرجعية أن تكذبها مع أن الأخبار هذه عليها أدلة محمد رضا السيستاني اتفق مع شركة لصناعة الساعات كي يصنعوا عددا من الساعات أتعلمون كم مليون ساعة 2 مليون ساعة يطبعون على قاعدة الأرقام والعقارب صورة السيستاني الكبير صورة السيستاني الأب ما تسمى بميناء الساعة هناك صورة للسيستاني مطبوعة على ميناء الساعة قطعا هذا العدد الكبير لا يمكن إنتاجه في فترة قصيرة فلربما يستمر الإنتاج لفترة طويلة قد لا تطبع بعد ذلك صورة السيستاني الأب إذا ما توفي وتطبع صورة محمد رضا السيستاني بديلا عنها وهذا الأمر مطروح للنقاش جزء من هذه الساعات استلمها محمد رضا السيستاني وقد وزعت على بعض الشخصيات وعلى بعض الوفود وعلى رؤساء الهيئات وعلى بعض المواكب أيام الأربعين أنا لا أحدثكم من خياله هذه معلومات دقيقة هكذا تصرف الأخماس وهكذا يجري الفساد وهذا أيضا هو جزء من برنامج الوعاء الكبير المراد من الوعاء الكبير هو تغيير للواقع السياسي في العراق باتجاه خدمة مرجعية محمد رضا السيستاني لا حلقة للشيعة ولمصالح الشيعة بهذا الموضوع هناك اتفاق وخدمة متبادلة فيما بين الأمريكان والمرجعية السيستانية حينما أتحدث هذا الحديث أنا لا شأن لي لا بالرابحين في الانتخابات ولا شأن لي بالخاسرين في الانتخابات الرابحون والخاسرون فسدون على عد سواء جميعهم في الهوى سواء الذين ربحوا والذين خسروا فأنا لا شأن لي لا بالذين ربحوا ولا شأن لي بالذين خسروا الجميع فاسدون والفساد باقن مدام السيستاني هو الذي يتحكم بالعراق مدام محمد رضا السيستاني اتفق مع الصدريين ذهب إلى شرق الأرض ذهب إلى غربها هذه مرجعية فاسدة ومحمد رضا السيستاني هو أس الفساد في العراق هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات ومن دون رتوش حتى مجيء أسحاق الفياض إلى لندن فما هو لأجل العلاج ولا هو لأجل أمر طبي هذا كذبون المراجع كذابون فمثل ما يكذب السيستاني أسحاق الفياض هو الآخر كذاب لم يأتي لأمر طبي جاء بمأمورية من قبل محمد رضا السيستاني هذه المعلومة دقيقة جاء بمأمورية من قبل محمد رضا السيستاني صحيح ذهب إلى المستشفى لأجل التشيك الطبي لم يكن محتاجا لهذا الأمر جاء بمأمورية وبمأمورية سرية مأمورية سرية من قبل محمد رضا السيستاني والذي ينفذها إسحاق الفياض قطعا قطعا هي في صناعة مؤامرة لحرب فكر محمد وأهل محمد سأحدثكم عن هذا المرجع عن إسحاق الفياض في حلقة قادمة و بالوثائق و بالحقائق و بالفيديوات كي تعرفوا مراجعكم اعرفوا مراجعكم سأحدثكم عن إسحاق الفياض في حلقة مفصلة خاصة به أصلوا إلى خدمته فيها الحكايات كثيرة و المطالب كثيرة أنا لا أريد أن أحدثكم أكثر من ذلك عن الانتخابات العراقية عندي كلام كثير لكنني مثل ما قلت لكم هذه الانتخابات زورت بصناعة وعاء كبير لها أقرب لكم الفكرة فقط صناعة الوعاء الكبير لأجل تزوير الانتخابات عن بعد لا أتحدث عن الجانب الألكتروني و إنما عن منظومة كبيرة من الاتفاقات والتفاهمات وتغيير المسارات في السياسة و العلاقات هذا هو الوعاء الكبير الذي قصدته أضرب لكم مثالا شخص تريدون أن تصوروه عاريا لا تريدون أن تشهروا عليه سلاحا كي يخلع ثيابه لأجل أن تصوروه عاريا لا تريدون أن تبعثوا إليه بامرأة حينئذ كي تفعل ما تفعل معه من واجبها و حينئذ يتعرى وتأخذون له صورة لا تريدون أن تنتظروه حتى يفعل ذلك من نفسه ربما في الحمام أو في مكان آخر و إنما تقودونه و برضاه إلى مكان بحسب شرائط ذلك المكان لا يستطيع أن يخرج منه سريعا لا بد أن يبقى في ذلك المكان لظرف معين لوضع معين أنتم وضعتموه في ذلك الظرف من دون أن يشعر بهذا ثم تفتحون الأجهزة الحرارية حيث ترتفع درجة الحرارة في المكان إلى حد كبير سيكون مضطرا إلى خلع ثيابه الثقيلة التي عليه حينئذ تستطيعون أن تأخذ له صورة كما تريدون هو خلع ثيابه بنفسه ولكن بسبب صناعة وعاء كبير له صناعة الوعاء الكبير هو هذا الذي قصدته فهذه الانتخابات العراقية مزورة بالتزوير التقليدي وبالتزوير الألكتروني الذي كان بسبب الفساد هناك قصور ألكتروني على مستوى الأجهزة والبرمجيات والشركات المرتبطة بالموضوع وعلى مستوى الكوادر وكل ذلك بسبب الفساد المالي في المفوضية والدوائر الأخرى التي ترتبط بها لكن المشكلة الأكبر في الوعاء الكبير إنه عمل دولي ومرجعي ومثل ما زورت مرجعية السيستان الدستور زورت الانتخابات ومثل ما يضحك عليكم السيستاني وولده محمد رضا في بيان الانتخابات من أنهم لا شأن لهم بالانتخابات هذه كتلة المستقلين التي ستتشكل وربما لا تتشكل لمصلحة يراها محمد رضا السيستاني في الأيام القادمة هذه كتلة مباشرة للسيستانيين هذه كتلة محمد رضا السيستاني الموضوع فيه تفصيل كثير لكن انتظروا في الحلقات القادمة الحلقة الخاصة بإسحاق الفياض كي تطلعوا على عجائب المرجعية الشيعية على منقبها العظيمة نذهب إلى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس هؤلاء هم بنحو الحقيقة المتلبسون بأموالنا كما يقول صاحب الزمان وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران هؤلاء هم بالضبط وبالدقة بدرجة مئة بالمئة الذين حدثتكم عنهم من المراجع وأتباعهم أو كلائهم وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وأهم مصداق هو الخمس مباشرة إمام زماننا يأتي بهذا المصداق وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا يعني أن الذي لا يعمل بهذا الحكم هو من جملة المتلبسين بأموالنا وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران صحيح أن الأسئلة هي من إسحاق بن يعقوب لكن الأسئلة ناشئة من الواقع الشيعي وصيغة جواب الإمام تدل على ذلك وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث المتلبسون يأكلون النيران النطف التي تصدر منهم ستكون خبيثة الترابط واضح المتلبسون بأموال صح بالزمان يأكلون النيران نطفهم جهنمية الزوجة بويضتها جهنمية لأنها تأكل من نفس هذا الطعام الجهنمي والزوج حيامنه جهنمية المرجع زوجة المرجع ابن المرجع زوجة ابن المرجع وهكذا فالبويضة جهنمية والحيمن جهنمي هؤلاء هم أكلة النيران وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمص فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث عوام الشيعة بإمكانه من نجاة أما أولئك المجرمون المتلبسون بأموال صاحب الزمان أولئك هم الجهنميون تريدون أن تقول من أنهم ليسوا كذلك أعطونا الأدلة أعطونا الأحاديث أعطونا الروايات التي تقول من أنهم ليسوا كذلك ما هو دليلهم على أنهم نواب لصاحب الزمان في استلام الأموال والتصرف فيه حتى إذا أرادوا أن يستدلوا بتوقيع إسحاق بن يعقوب الذي لا يعتقدون بصحته السستاني والخوئي وكثيرون من مراجع الشيعة لا يعتقدون بصحة هذا التوقيع حتى لو استدلوا به وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم هذا النص ما فيه إشارة إلى الخمس والأموال لا من قريب ولا من بعيد النص يتحدث عن الحوادث الواقعة فهل الخمس من الحوادث الواقعة الخمس أمر معروف منذ زمان رسول الله الحوادث الواقعة هي الحوادث الجديد الحوادث التي ستقع في قادم الأيام ولم يكن قد بين حكمها لأنها لم تكن قد وقعت في زمان رسول الله وفي زمان الأئمة فهل الخمس من الحوادث الواقعة يقينا الخمس ليس من الحوادث الواقعة فحتى إذا أرادوا أن يشرع النيابة لهم من هذا النص فإن النص خلي من قضية الأموال النيابة في شأن الحوادث الواقعة ما هو التوقيع هكذا يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم الحق واضح والحقائق بينتهم أنتم ضالون أنتم ضالون لأن المراجع ضللوكم مثل ما وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى ضلوا هم المراجع وأضلوا شيعتنا وهذا هو الواقع الذي نعيشه منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف صار واضحا عندنا من مراد من القلوب القاسية القلوب القاسية قلوب مراجع الشيعة إنها القلوب البعيدة عن إمام زمانها ومن جاور السعيد يسعد هذا من كلام آل محمد وليس من كلامي من جاور السعيد يسعد قد يكون هذا الكلام موجودا منذ زمان الجاهلية لكن الأئمة قرروه جاء مذكورا في أحاديثهم في مضامين حديثهم حينما أتحدث من أنه جاء في مضامين أحاديثهم الأحاديث التي أخبرتنا من أن السعيد حق السعيد كل السعيد هو الذي يحب علي ويوالي وسيد الأوصياء في حديث الكساء الشريف أقسم مرتين أقسم مرتين في المرة الأولى هكذا قال إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة وفي المرة الثانية إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة هذا تطبيق عملي يقيني من جاور السعيد يسعد من جاور علي سينال سعادة من جاور القلوب القاسية التي تصدر الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب يبطل الصلاة وحتى بعنوان الاستحبار يبطل الصلاة هذه هي القلوب القاسية القلوب القاسية هي القلوب البعيدة عن السعادة السعادة في جوار علي ومن جاور السعيد يسعد السعادة في جوار علي والسعادة في الصلاة في ذكر علي أتحدث عن الصلوات الواجبة في ذكر علي بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير السعادة هنا السعادة في الالتصاق ببيعة الغدير وأن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وأن نأخذ قواعد التفهيم والاستنباط لأحكامنا وفتاوانا الشرعية من علي وآل علي فقط لا كما يفعل مراجع النجف وكربلاء وفقا لمنهج الطوسي لمنهج الشوافع والمعتزلة السعادة هي هذه القلوب القاسية قلوب بائسة قلوب مشؤومة قلوب بعيدة عن السعادة العلوية من جاورها سيكون بائسا سيكون مشؤوما من جاور المشؤومة سيشأ فما بالكم بالذي يقدسها وما بالكم بالذي لا يأخذ دينه إلا منها وما بالكم بالذي ربط مصيره الأخروية بها أي تعاسة هذه عرفتم الآن الفارقة بين القلوب القاسية التي هي عند العيون الكدرة القذرة وبين القلوب المنكسرة التي هي عند العيون الصافية أنا أنا الله يقول وهذا هو قول محمد وأهل محمد أيضا فقول الله قولهم أنا أنا هذا قول إمام زماننا أنا أنا عند المنكسرة قلوبهم نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والفراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم سأختم الحلقة بهذا الحديث أقرأه عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار لشيخنا المجلس رحمة الله عليه وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 307 الحديث الثاني والثمانون بسنده عن الفضيل ابن يسار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في وصف أصحاب القائم لن أقرأ الحديث بكامله وإنما أذهب إلى موطن الحاجة التي ترتبط بموضوع حلقتنا هذا الإمام الصادق يذكر أوصافهم من جملة أوصافهم كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه هم أطوع له أطوع للقائم لإمام زمانهم هم أطوع له من الأمة لسيدها لأن الأمة تحب سيدها العبد قد لا يحب سيده ومولاه أما الأمة فإنها تحب سيدها للعلاقة العاطفية والجنسية فيما بينها وبين سيدها قطعا الأمثلة تضرب ولا تقاس وإنما الإشارة هنا إلى التواضع وإلى الإخبات وإلى التذلل وإلى التملق بين يدي إمام زمانهم هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل هذه القلوب المنكسرة الإنكسار واضح بنحو قولي وعمليا في هذا الوصف هم أطوع له من الأمة لسيدها هذا الإنكسار القولي والعملي هذا الإنكسار القولي والعملي مرده إلى هذا الجذر كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل مرد ذلك إلى القلوب المنيرة إلى القلوب المنكسرة إلى القلوب البعيدة والمتبرئة من القلوب القاسية الفارق بين هذين النوعين من القلوب القلوب القاسية أصحابها طعام عقولهم حرام وطعام بطونهم حرام والمثال الأسوأ هم المراجع لأن المراجع يطعمون عقولهم الطعام الناصفي الحرام ويطعمون بطونهم الطعام الحرام بما يسرقونه من الشيعة خلافا لأحكام صاحب الزمان باسم صاحب الزمان أما القلوب المنكسرة هي التي أصحابها طعام عقولهم من الحلال من القرآن المفسري بتفسيرهم صلوات الله عليهم ومن الحديث المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم تلك العقول والقلوب التي بايعت بيعة الغدير الأولى وبيعة الغدير الثانية وكانت وفية للغديرين فطعام حلال في العقول وطعام حلال بإذن وإجازة من إمام زمانهم إنه الطعام الحلال الطيب الطعام الذي يجيزه إمام زماننا لأشيائه الأوفياء المخلصين وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي الحديث نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر